عايزة رجعتني بقى للمدرسة هنا يجي بقى على بالية بصراحة سؤال الفن ده هل هو فن سابت ولا هو متغير ومتطور طبعا الجمهور البعض عنده علم والبعض أحب أعرفه أن الأستاذ يوسف على فكرة مزيكاتي يعني الأستاذ يوسف يا ربي خليك يا ربي مزيكاتي ومزيكاتي جديم وفاهم وعارف كويس أن الموسيقى والفن في العموم كل خمسين سنة بيمر بمرحلة تأليف طبعا لكن في الفترة الأخيرة من بعد 2005 ابتدى الموضوع يبقى سريع جدا يعني ابتدين كل أربع خمس سنين الموضوع بيتطور الموضوع بيتغير فهي الفكرة أن الموسيقى زمان والإنشاد بالتبعية الإنشاد بالتوازي مع الموسيقى مع الأبرة مع الترانيم كلها طبعا فنون يعني متعلقة ببعضها كلهم في السبع حروف كله بيتطور فمع التطور ده اللي بيحصل هتلاجي مثلا الإنشاد في الوقت اللي كان 1800 وي هتلاجيه نفس الأداء بتاع الموسيقى والطرب والأغاني في هذا الوقت هتلاجي في التلاتينات هتلاجي نفس المنشدين الاسلوب بتاعهم والطرقة بتاعتهم نفس اسلوب المطربين والموسيقيين في هذا الوقت ولكن الإنشاد بيتميز بتناول المقامات الموسيقية لوحديها كنوع من الإبتهال والبطانة في التواشيح وهذا الأمر الفترة الأخيرة طبعا احنا ابتدينا نلاقي إن في عزوف من بعض الشباب وبعض الأطفال وده ثقافتهم كده وسنهم كده بعد الانفجار المعرفة اللي حصل والإنترنت والعصر ده بيجي كل شبابنا بيسمع غربي فخلاص فن الهارموني اتفرض عليك والمقامات الغربية اتفرضت عليك وطبعا فيها ثقافات مهمة جدا وجميلة وكلنا أحبينها وكلنا برضو ودنا راحت ليها طبعا طبعا فبطبيعة الحال لازم غصبا عنك علشان تستمر لو هتفضل مع احترامي على اسلوب الابتهال واسلوبك بالدف والرج والطبلة والاسلوب القديم هتفضل محلك سر ما هتروحش ولا تيجي فانت مطالب بهذا التطور والاستفادة من هذا التطور والاستفادة من التواصل والثقافة العالمية فإحنا بفضل الله في الفترة الأخيرة طورنا جدا في الإنشاد أدخلنا الثقافات الغربية وفرضنا الأوريانتل بتاعنا برضو الموسيقى الشرقية فرضناها في الثقافة الغربية والأهم من كل ده إن احنا مخدمين بيه على اللغة العربية والمدح والإنشاد ومدح سيدنا النبوة فكونك أنك أنت تسمع روك وبوب وهوس وبتسمع الحاجات دياتي على كلام موزون ومقفة باللغة العربية الفصحة في ذكر الله ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم دي رسالة مهمة جدا علشان استمرار البقاء وعلشان خاطر أضمن أن الأجيال الموجودة حاليا تسمع هذا الفن نرجع لنقطة ياسين وسائر اللي احنا تكلمنا فيها خلال يعني احنا طبعا بنعمل استكشاف لجمهورنا احنا بيسمعنا قد إيه وكل ده والحمد لله يعني مع الشركة عندي مع وسائل الشركات الاتصال اللي احنا بنتعامل معهم بيجينا تقرير كل ثلاث شهور بنشوف احنا مستهدفين إيه الأغلب اللي بيسمعنا على اليوتيوب والسوشيال ميديا السن إيه فاكتشفنا أن أغلب جمهوري وجمهوري الإنشاة كله من سن 22 لحد 55 حلو هذا الجمهور اللي هو من سن 22 لحد 55 يشكل 20% من جمهور السوشيال ميديا وجمهور الإنترنت ودي كارسة يعني أنا كل جمهوري في العالم وكل بعد كل اللي أنا عملته وصلت ليه والتحديث وكل ده اللي بيسمعنا 20% فاحنا عندنا مشكلة طب 80% فين؟ 80% من سن 12 سنة ل 22 سنة طيب هذا الجمهور اللي هو 80% من الجمهور الإفتراضي والجمهور الفعلي في هذا العالم ده بيسمع إيه؟ ده اللي بيسمع ويز وبابلو واللي هم الشباب بتوعنا في الراب والتراب أمام الجمهور